أقام مركز بيت السينما بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب المهرجان الثاني الخاص بسينما الأطفال في قاعة الأمن الوطني بمدينة السليمانية بغرض تسجيع الجيل الجديد على السينما والفن في إخليم كردستان المهرجان السينما الثاني الأطفال قيم بالسليمانية بالمتحف الوطني بمشاركة الأفلام الخاصة بالأطفال من 22 دولة كانت مشاركات متنوعة من كردية وعربية وأوروبية وسيتم تقييم الأفلام من خلال اللجنة ستوزع من خلالها جواء استقديرة للفائزين طبعا الأفلام اليوم من نسمعنا أنه هنا سينما طبعا أنك تحضرنا لأنه دائما كل فيلم يكون إلى معنى وهذه الأفلام كانت كلش هادفة يعني أشياء اللي عرضوها جدا قوية ونعيشها همحات الواقعية الأفلام كانت كلش حلوة تحتية عن الوطن العربي خاصة أقليم كردستان ويأتون أطفال يعني يحصلوا عن معاناتهم شون يعيشون شون الأماكن هم ما يعيشون شون يعيشون هاي الواقع يعني حاليا المهرجان ضم عرضا ل22 فيلما قصيرا خاصا بالأطفال بالإضافة إلى معرض فني خاص بالأعمال اليدوية بحضور المثقفين والفنانين والإعلاميين وعدد كبير من محبي السينما وأهل الأطفال الله اللي أنا شوفها هسا الدورات مع الثقافة مع الوزارة الثقافة مو هلقت يعني ما يهتمون ما عندهم اهتمام خصوصا بالجيل هاي الأطفال احنا نريد خلال هاي المهرجان احنا نريد وزارة الثقافة واللي مختصين بالشؤون الأطفال خليوا يتعاونون يتعاونون على مدى الأطفال احنا اكو أطفال بيها موهبة بيها طاقة بيها موهبة بيها كش بس يعني ما يلقاها فهد مكان أمنيات الحاضرين تجلت في أن يكون جيل الجديد جيلا واعيا مهتما بالثقافة والفنون وأن يعمل ذوي الاختصاص على تنمية قدرات ومواهب الأطفال ليكتسبوا مهارات وخبرات أكثر في المستقبل قناة دجلة ليذ بن يامين محافظة السليمانية